موسيقى هي مش اول اكسيون عملوها في علاقة بالحملة المقاطعة البضائعة السهيونية في تونس نحن مجموعة من النشطين والنشطات من ننشته في تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين من مجموعات مختلفة كنا نظمنا قبلها اكسيون في كارفور لفايات طالبنا فيها بمقاطعة البضائعة ومقاطعة كارفور بما أن كارفور سبق وأن صرح 16% من عائداته بشي وجهها لإسرائيل كيف كيف في نفس الكونسيبت قررنا إنا نمشي لكي فسي اللي هي براند ومعناها أمريكية دعمة لللاكية نصهيوني مشينا لأزير سيتي أربعة من الناس أربعة بنات أينوي في قميري وريم وعريفي وأنصبوبكري وعملنا اكسيون حكينا فيها مع العباد حكينا فيها مع الناس التفاعل كان رائع جدا من طاعة التوينسة اللي موجودين غادي يعني ها شفتوا يمكن الفيديو اللي موجود على وسائل التواصل الاجتماعي ناس صفق وترفع في الشعارات وتتعبر على تضامنها مع الفلسطينيين ودعمها المقاطعة كل بضاقة صهيونية لكن الكي فسي يعني كان عنده طبيعة الحراي آخر أعلم علينا المركز اللي موجود والأعوان الحراسة اللي موجودين في أزير وتم يعني إيقافنا لمدة ساعتين من الزمن أمام المركز متاع أزير مركز موجود في أزير قعدنا ساعتين ممنوعين من أننا نروح وحجز بطاقات الهوية متاعنا بحضور يعني أعوان الحراسة وبحضور فرقة الأبحاث بن عروس وبحضور ملك الكي فسي تونس معناها موجود كان موجود بعض عرفت اللي هو كان موجود على عين المكان في لحظتها متوجهت لناش اتهام قعد الأمر أنه يحبوا نمشيوا معهم للمركز قلنا نحنا إذا كان هل نحن في حالة إيقاف قالونا لا قلنا لهم لا إذا كان ما نحن في حالة إيقاف احنا نحبوا نمشيوا نروحوا ثم أصرينا على حضور المحامي ما توجهت لناش اتهامات في لحظتها خذيو كان الهوية تمتاعنا توجهت لنا استدعاءات للحضور للبحث ما فيهاش السبب يعني فيهاش طهمة وقت اللي توجهنا يعني معانا المحاميين والمحاميات يعطيهم السحة ومعانا معاناها ناس مسندين الأمر لم يتعدى يعني تقريبا عشر دقائق دخلنا بعد قالوا المحاميين لقد حفظت القضية بإذن من النيابة والوكيل متاع كيف سي في تونس راهو أسقطت تهم يعني هو جهة اللي شاكية لكنه أسقطت تهم بدون أسباب يعني ما ذكرونيش الأسباب وهذاك اللي صار تم توجيه طهمة زيدة لأحد المناظلين غسين بغديري في بيجا بعد ما معناها قام بحركة يعني في قدام كرفور بيجا تم توجيه استدعاءة للموثول لدى معناها مع فرقة الأبحاث في بيجا والمركز متاع بيجا هذا اللي عندي عالم بيه الحقيقة دونك اللي كيفاش نقرأه أنه يعني أنه في تونس رغم أنه المقاطعة يعني حملة المقاطعة يعني حملة المقاطعة في العالم حركة سلمية في مجملها ما تتوجهش يعني بالنظرة لحد أحد هي فقط طريقة للإقناع يعني للتحاور للنقاش كما تتناقش في أي مكان تتناقش على عين المكان تضيقات هذه يعني تعكس أنه فما فرق مبين اللي يصرح به في علاقة بالقضية الفلسطينية وما يحدث حقيقة لأنه أبسط فعل اللي هو فعل المقاطعة ما نش قادرين أنه نروجه له بالشكل المناسب لكن رغم ذلك يعني تونس يستعملوا في وسائل التواصل الشيماعي في عديد الطرق لإنجاح الحاملة ها فيه حاملة المقاطعة حسب تقديري يعني وحسب مرة يعني في التفاعل متاع التوينسا في فم برشة جروبيت يعني دعمة لمسألة المقاطعة ويتشاوروا التوينسا مبين بعضهم مشنوه يقاطع وشنوه لي نشوفه في الصورة وصلنا الصورة متاع التخفيضات اللي مثلا قام بها كارفور اللي هو يدل على أنه معناها قاعد يحاول يرغب في الناس انهم يشريوا نشوفوا يعني أغلب البوتيكات وأغلب الماركات وأغلب بمفاهم اللي يعني اللي دعمين لسهاينا اليوم يهبطوا في دي كومينيكي مع فلسطين في تونس نحكي يهبطوا في أعلام في دي زافيش مش يقولوا اللي هم مع القضية الفلسطينية في محاولة بطبيعة الحال بائسة في انهم يبريوا رواحهم يبريوا ذمتهم يعني من دعم الكيان هذا الغاصب بالمال من أجل مزيد قصف الفلسطينيين أنا بطبيعة معناها نتصور أنه الحملة بتاع المقاطعة هذه من أهم ما النجم وقوموا به لأنه عندها أثر مباشر ولأنه ما ينجم حتى حد يمنحها معناها بالقانون هذا فعل طوعي أنا نشري ولا ما نشريش حتى حد ما ينجم يحاسبك إذا كان ما شريتش حاجة وفعل معناها قوي وقوي جدا لأنه يمس مباشرة الفلوس الفلوس ورس المال يمسهم يعني فإنه اليوم فعل راقي فعل طوعي فعل ما عندوش دي كونسيقونس جيروديك على البشر إذا كان يمارسوا وقوي جدا ونشوفه يعني في العالم زادة نجيح حملة المقاطعة هذه الأهم إنها تتواصل الأهم إنها تبقى متواصلة بش تعطي أكلها ونتيجتها بشكل أكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر